ضحض الشائعات هي مسؤولية كل مواطن ولكن نتحدث عن وسائل الإعلام المختلفة دين إسلامي دين تعايش وقبول آخر إزاي نقدر نوصل الرسالة دي للعالم كله لمن لا يعرف حقيقة الإسلام بحقيقة الإسلام الحقيقي إزاي نقدر نستخدم كل وسائل الاتصال سواء الاتصال مباشر أو زي ما اتكلمنا أنه اتحاد الإزاعات يشمل كل وسائل الاتصال لتوضيح حقيقة الإسلام ليه إصار رسالة إعلامية بتفيد بسماحة الإسلام أولا خلينيه في البداية لازم أتقدم الشكر لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية والمعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمع الحقيقة يعني باسمي باسم العاملين في اتحاد الإزاعات الإسلامية ونتقدم بكل الشكر والتقدير على دعمهم الكبير للتحاد الإزاعات الإسلامية واللي تمثل فيها هذه الدورة اللي احنا نتحدث النهاردة عنها في هذا البرنامج الأشهر في مصر الصباح الخير يا مصر لأن الحقيقة يعني يمكن بعد ما اتفقنا مع معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يعني خدنا كل الدعم من وزارة الأوقاف يعني عايز أقول لسيدك أنها أكبر دورة تعقد في القاهرة لمدة أسبوعين دورة كبيرة حاضرة فيها خيرة أسدزة الإعلام في الجماعات المصرية وخيرة أسدزة الفقه والشريعة والفقه المقارن واللغة العربية وغيره عايز أقول لك أن احنا معنا وفود من دول مختلفة تتحدث لغات مختلفة فكانت هناك تجهيزات باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لجميع منسوبي اتحاد الإزاعات الإسلامية وضيوف في اتحاد الإزاعات الإسلامية عايز أقول لك أن وجدنا أيضا هما مش بس التقوا وخدوا محاضرات عايز أقول لك أن الضيوف كمان ظهروا العاصمة الإدارية الجديدة ووقفوا وشافوا هذا الصلح العظيم الذي يبنى في مصر شافوا مدينة الإنتاج الإعلامي وزار المزارات السياحية الملحف الحربي في القلعة يعني عايز أقول لك بعضهم قال لي من رؤساء تلفزيونات موجودين وإزاعات أنهم الأول مرة يجوا القاهرة ويشوفوا مصر الجديدة فأنا لازم أتقدم بالشكر والحقيقة عايز أقول لحضرتك أن اتفاقنا مع علي وزير الأوقاف أن هذه الدورة ليست الأولى إحنا المرة دي كان معنا 21 مسؤول من 21 دولة إحنا 57 دولة ما قدرناش طبعا ندعو جميع الدول إن شاء الله اتفاقنا أن بعد الأيد الكبير سيكون في دورة ثانية ثم دورة ثالثة تليها إن شاء الله عشان كل الدول تكون شاركة دورات عشان تكون 57 يكونوا ومصر دائما حاضنة الحقيقة لهذه المؤتمرات مصر دا عامة للإعلام الإسلامي ومصر دا حكومة وشعبا دا عامة لأنها بلد الأزهر المنير والمستنير فدائما هي البعثة إلى كل أعفاق جديدة في مجال العمل أما ما يخص موضوع الندوات أو المحاور التي قامت عليها هذه الدورة هي كيفية الخطاب الإعلامي الصحيح الرشيد وزي ما قال أخونا العزيز وتفضل كيفية التعامل مع قضايا بتمثل الإسلام روجت من خلال الأجهزة الإعلامية غربية قضية الإسلام وفوبيا نحن في التحدي الإداعات الإسلامية نكافح الغلو والتطرف والإرهاب نبحث عن الحوار الموضوعي والسياغة الموضوعية عشان كده يمكن حيكون في دورة أخرى سوف تعقد إن شاء الله برضو في القهارة كنت اتفقت مع فضيلة مفت الديار المصرية دكتور شوئي أعلام ومع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب نحن نعقد دورات مع الأزهر مع مقدم البرامج التليفزيونية يعني يمكن إحنا مرادة معنا أساتذة كبار وأساء الإزاعات والتليفزيونات وبعضهم مقدمة لكن سيكون في دورة متخصصة كيفية الخطاب الإعلامي المعتدل لأن حضرتك مقدم برنامج وحضرتك أنتم تحملوا رسالة إعلامية هامة وتأثير لا مسيلة له الكلمة اللي حضرتك بتقولها بتصل للمتلقي بيتأثر بيها أيا كانت هذه الثقافة إذا ما كانش الكلمة اللي حضرتك بتقولها مدروسة وموزونة بعناية شديدة لا نستطيع أن نعفل آخر المتلقي إنه في هذه اللحظة ممكن يأخذ مما تقول ويفسر حد ما يفسر ونكتشف أنه قد فهم بالخطأ عشان كده الخطاب الإعلامي الديني تحديدا له محددات وله مقاومات ويجب أن يكون هناك مقاومات لمقدم البرامج الديني حتى يستطيع أن يصل بالرسالة المنشودة إلى المستهدف إلى الجمهور الأي كلاس والبي كلاس والسي كلاس والدي كلاس بكل الناس تفهم بكل الناس تفهم عشان يوصل لده يبقى عندنا قيام الحقيقة الدورات اللي زي دي لو أقول لحركة الأجندة بتاعتها الموضوعات العلمية اللي بدرسوها مع الممارسة العلمية والعملية اللي بتحصل كمان من خلال الأطر اللي بتتم فيها هذه المناقشات بتخلينا نؤهل الإعلامي أن يكون إعلاما متخصصا وأنا أمير إلى الإعلام المتخصص الرياضي يتحدث في الرياضة والاقتصاد يتحدث في الاقتصاد أما في الديني فيجب أن يكون في قمة التخصص لأن الكلمة يمكن أن تفسر غلط ترجمة نانسي قنقر